موسيقى أنا ما شي من الطبع ديالي أنهو نهضر على راسي ونهضر على خدمتي كان في الطلق أن الخدمة هي اللي تكون واحد هي الفيترين ديالي اللي تهضر عليها كتر ما أنهو نخرج ونهضر عليها موسيقى هذا المجال هدا جاي ليه عن دراسة يعني دراسة اللي قرأت في الدراسة وقرأت بالمجال هدا جاي عن دراسة يعني كين واحد نسع ما واحد واحد البيداغوجية وراهد شهده كامل موسيقى ديالبار اللي هو الجديد هو آخر كليب اللي غادي اللي خرج دابا ولي الحمدللل محقق واحد النجاح زوين من النمبر ديو وكل شي نوراق طرحات أنهو يكون بين فناير و هذا و نورا بدأت الاشتغال على الموسيقى في واحد الوقت بدأت المشروع غادي لواحد الحاجة اللي حسن من توقعات ديال كل شي فتما تقترح أنهو تدير كليب واتوماتيك من كليب عايته على عبد الرافيعي من بعد فتنقلنا كاملين أنا وفناير واحد عشر ايام قبل تقريبا من تصوير انتقلنا للمونبي تم بدأت أنادوك التفاصيل كل اللي وجدنا لعقبل كان ندقق فيها نشوف كل حاجة وشي ديكور الكوريغرافي وفي نفس الوقت بدأوا فناير الاشتغال على الكوريغرافي دانس بدأوا السيانس الحوايج بدأت الاشتغال تحضير الكليب بالنسبة لي أنا التحدي اللي كان عندي كنت ما بغيت نمشي للهند ونصور في الهند بغيت نصور في بوليوود الفرقة هو أنهو ما كنتش بغيت نستاغل الهند كدكور حيط نقدر نمشي ونصور في الهند كدكور ولكن تصور في بوليوود يعني كتستعمل تقنيات ديال بوليوود لا يوجد تقنيات ديال بوليوود حتى في الكتابة ديال الكليب فكانين واحد اللقاطات في الكليب اللي ما نقدرش نديرهم في كليب مثلا في المغرب مثلا في شتيجي وعادو كل دانسور قلت تفرقو كانين بزاف ديال الحوايج اللي حاولت أنهو يكونوا ديال بوليوود أنا ما نكتبش عليك من ناحية المنافسة أنا كنحاول كل مرة نكون حسن من راسي كنحاول في كل كليب أنهو ما نعودش راسي كنحاول في كل كليب أنهو نقلب في واحدة رجيستر جديد في واحدة الستيتيك جديدة ما نعودش راسي هذا هو الحاجة اللي كتحفزني أكتر أنا باش أنهو كل مرة القراسي قد تمتها حدي من ناحية الكليبات من ناحية الكليبات كنظن أنهو بالعكس كنين ما أنا إلى واحد المشروع اللي آمنت به وتنظن أغلب الكليبات اللي ينجحوا كنظن أن الأجر ديالي كان فيهم مسافر ديران ما باش نقول لك الاشتغال ديالي أنا مدام أنهو كان كانشتغل على إعلانات وعلى بزاف ديالة ماشي غير في الكليبات فهذاك هم اللي اللي كان أعتبرهم موريد الرزق جاء لي الأول أما بالنسبة للكليبات فكان أعتبرهم أنا شخصيا وما واحد بلاصة لمجال اللي كتلقفي واحد الحرية الإبداع واللي كتحاول أنهو تعطي في واحد الرؤية ديالك في النية وهذا يعني فالمسألة المادية تكون آخر تفكير ديالك في الكليبات الساعدة يبقى ظاهرة بلحقاش تبارك الله عنده واحد الرؤية في النية واحد 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 طريقة باش تيشتغل اللي سباسيال اللي زعم ما تلاقيت معه بزاف تجال في النانا وزعم ما تيبقى ساعد واحد الحاجة واحد الكائزولي بالنسبة للشتغال معاه ففكر وديما متجدد تيقلب على أفكار الجديدة أفكار المختلفة أفكار اللي عدى وتنظن ناتشي اللي خلقت تمييز ديالو من بعد فاش خرج من فاش كان خرج أول مرة من من القاضي اللي لديالو كانت تصل بيه مباشرة على أنه نشتغل على الكليب ديالي تجو وديك ساعة كنت أنا فاحد مشروع هنا في المغرب تما كانش بإمكان ديالي أنه نتنقل باش نصورو وكان وكان قال يا وانا بس كو ديك ساعة كان عارف أنه غادي يدخل للستوديو غادي يخرج بزاف ديالي كانت تفكرة جيل أنه نشتغل على عمل عمل لاحق مستعد نخدم مع أي واحد في حالة كان المشروع لقيت أنه أنا نقدر نزيد لي واحد إضافة ماشي واش المشروع زين ولا خايبة تقدر تكون أغنية اللي ناجحة ولا أغنية اللي تقدر تبان ماشي ناجحة ولكن نقدر أنا نلقى فيها واحد الرؤية يعني المفتوح على أي أي مشروع فني أنا ونخدمها أعمال السينمائية مالغوزمون ما كتكونش عليها كومنيكاسيون بحل الكليب ولكن تقريباً في السنوات الأخرين فشتغلت على ديكور ميتراج في إدارة تصوير لتوجب لتوجب المفتوح في الميراجانات وميراجان ناشيونال تونجي عندي مشروع للمتراج كموديرت سوير سوف نشتغل فيها إن شاء الله في شهرة سعودة هذا العام ومالغوزمون ومالغوزمون في السينماء لا توجد من المترجم ومالغوزمون أمام مالغوزمون لأنها تقريباً لتشعر بأسفل بأسفل ثم تحس برس كتير بوحد طريقة واحدة اخرى بالنسبة لولاد علي السلسلة اللي خرجات في رمضان اللي فات كانت مع طاليس وليكيب اموراجي هذا كان مشروع اليوم نقيم ونقول واش نجاح ولا اخسر ولكن ولا ما ننجحش ولكن اللي بغيت نقول كان واحد مشروع اللي كان كان اللي اشتغال عليه مكتف كان تقريبا ليكيب اموراجي وكما اموراجيك وكل شيء كان مؤمن بيب اموراجيك ولكن لنحن نحن نحن افضل مختلفة مع الانتاجات الرمضانية اشتغلت علي من جئتي انا كمودير تصوير كانت اخراج اسامة اوسيدهم وحطينا بثاف من قلبنا زعمة النتيجة الله يعلم انا كنظن ان انه ساتيسفى وانه ساتيسفى وانه فرحانين واللي عجبني مؤخرا عاد كانوا يجبوني كثيراً يجبوني الناس بحيلاً عاد رجعوتي يكتشفوا أنه را كانت واحد لقيسا و را كانت واحد الحاجة الزواج جالي حاولت ما أمكان أنه ما يكونش ميدياتيزي ولكن في الأخير خرجوا لي فيديو وخرج هذا الشيء اللي ما حضرش مرحبا به في السبوع إن شاء الله رحمه 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 مرحبا بكم مرحبا بكم الزواج أنا باقي حديث العادز لا يوجد شيء واحد لتسويلي على التجريفة لذلك الزواج باقي في الأيام الأولى الحمد لله تنظن أن الواحد اللي اختار الشركة لحياة ديالو مزيد لا يخيبش الظن ديالو وبطبيعة الحال الحياة كتبتل كتبتل واحد المسؤولي أكثر على هذا الطرف الآخر تغسو يتفهم هذا الظروف جاناً لكن يخدمت نحن مسألة بتستفديل الصفار بتستفديل الغبور لذلك الحمد لله الأمور كلها على ما يرامل حتى الآن وكل شيء بخير على خير الزوجة ديالي بعيدة على الأضواء وبعيدة على البلاد ما عيشش في المغرب هنا نحن في الولايات المتحدة الأمريكية والطمين ديالاي اللي في لوكو معي خصوه هذا بعيدة على المجال فاني كمبليتمون كان عيشو في لدي واحد الفطرة اللي غادي نعيشو تقريباً بين الولايات المتحدة والمغرب ولكن من بعد فغادي نترجع إن شاء الله ونستقرنا مشموعين إن شاء الله كنحاول أنه دماغي بقى أخدام باش لقع أفكار جديدة لمشاريع اللي جاية ونحاولو نحققو نجاحات أخرى الحمد لله كنظرن أنه ودش اللي تحقق فاد عامين الأخرى ولا فاد سنة الأخرى ماساهلش ماشي باش أنه تكون في عام تخرج واحد ستات جيل الكليبات ولا أشوفش حال عدد جيل الكليبات اللي خرجت وتكون مختلفة على بعضها وكل واحد كي يكون نجاح من نوره نجاح كنظن أنه إلا قدرنا نمشو باد الواتير أراها الحمد لله ونشكره